المجلس الشعبي البلدي لبلدية ابن فوداء أدرجة في هذا الاحتفال بيوم 18 جنفي والذي الدولة الجنرية أعطت أهمية كبيرة للبلدية وعطت هذا اليوم بيوم البلدية عمق التحولات التحولات الاقتصادية التحولات الاجتماعية والتحولات كذلك السياسية البلدية هي خلية أساسية كما يعرفها القانون تبدأ من عمق هذا المجتمع وتكريسا للديمقراطية التشاركية ارتأى المجلس الشعبي البلدي على أن يشارك مواطني هذه البلدية في كل ما اختير من برامج وما أنجز من هذه البرامج في ظرف سنة ثم كما تعلمونا نصبنا يوم 7 ديسمبر 2017 سوف نعطيكم لمحة وجيزة على كل الإنجازات التي انجزت في هذه السنة رحوا لتفصيل الميزانية تفصيل يعني معمق وممكن نطوله بزيار وممكن أمور ناس ما رحكيه ما تفلوش لأنها احتم تكون نارحنا هذه الميزانية كامل بتنسيق الأسيد رئيس دايرار السابق والهالي إلى ومشطة بيوطا هذا هذا الصور بتاع التنشين أو بتاع الانتلاقة في عملية الربط الفردي إلا إذا كان عندك خدمت كما يقولنا صلاصين داخل لازم تخدمه ما لا نحث ناس بدأ بالنصب وإن قلبها لا يعني أنا أقول أنا جد فخور بهذه السنة رغم التقشف ورغم القطاعات اللي فيها يمسها التجميد لكن أنا فخور جدا لأنني أنا مقارنة بالسنة التعالفين وسبعطاش كانت الاستفادة تعنا في إطار مخططات البلدية مليار وتسعمية في سنة الفين وثمنتاش تسعم لاير وسبعمائة أو العفو خمسمائة وخمسين هذه قفزة يعني تاع حوالي سبع ملاير فارق هذا الشيء الشيء اللي خليني متفائل جدا خاصة أنني نسفت من من صندوق التضامن للجماعات المحلية اللي فسي سيال كانت عندنا منطقة نشاطات وكان عندنا ملعب بلدي إذا كذلك إلى جنب ترميمات تاع المدارس لتقييم تح حوالي بـ 28 مليار ممكن العشرين مليار راح تصير تح يكون قطاعي لكن هذا راح يعود ديما للبلدية للملعب البلدي راح عنده ستملاير والباقي الآخر راح يخص المدارس الابتدائية وعطينا أهمية في هذا السنة للمدارس الابتدائية بأن نضو بأن قدم يعني كم يقول هالحاجة لائقة لأبنائنا بالنسبة للوضعية التمدرس عبر هذا هذا وش نقول يقول لي أنه ندوى ندوى صادقة ندوى محبة للوطن ربي يحفظنا ويحفظ ولادنا ويحفظ بلادنا ويحفظ كل شيء هذا ما نقول وابني والحمد لله شوفنا الحصيلة ما شاء الله عرفنا أرقام عرفنا بلدية كبيرة يتصير في التنمية وشوفنا حويج ما شاء الله ما كناش كما بكريم من عرفوش حويج بصح اليوم ما شاء الله شوفنا حويج ما شاء الله الشيء اللي فرح ابن فودا هو أنكم رئيس بلدية نشيد جدا ومجل الشعبي بلدي متناسع ومتناغم كلهم نطلب منكم الاتحال مدكة المساعدة للموظ بهذا بلدي نتوبة كبواطنين لذلك نساعدوا البلدية البلدية هي مثلا فكرة جماعة الجماعة وعند الجماعة مظلومة مسئلة البلدية في الفلاصمة وشوفوا الخاطئ ولكن ملاحظين لاحظهم على مستوى الجزائر بأكمله الشعب يطلب الشعب حاسب المسؤول ولكن الشعب هذا متحسولين وشخدم لما نشوفوا الأمران كل شيء أحمر فيلا بكاك مليار سام مليار ما يخترش يلبسه ويرتاح هذه نظرة جمالية حتى الإنسان يشوف لو كان بيقوم بهالي قاعد من لبسه ومن ثلاؤ لفاصات زينين الإنسان يرتاح بيقوم بهالي ومن ثلاؤ ومن ثلاؤ يبحثون على الجمال يدخل في بيب كل شيء مريق المسدرار الواشي هذا هو شيء يصل لي جنتا لازم المواطن لازم يكون عنده هذه الثقافة لأنه هذه بلدية لا تفضش لتنبس ديارقع تنبس ديارقع تصبر الشر كي نقطة ثانية حاش لكم رفع القنومات ثمازلي عاوم البلدية عاوم العام الميهن المسكين هذا كلي أوضع القنومة في موضعها وفي وقتها هذا يعني مطلبين سواء تلخص تحسين المنظر العام المدن المواطن رأم ساهم بنسبة كبيرة في تشوه الموحيط العام تشوف دي في جاء بري جاء بري أغريس يوم راضية يعني كتشوف تزعف تتخلق لم تتخسأ له قالوا الله يتاك مهي النورمان المواطني عندهم قدرة أنهم يساعدوا بلدية والبلدية كانت قديمة تعرض الناس بقرار بلدي باشي بلتنو الوجه هكتح باشي ولا رائسية بالأخير بالأخير بدون للعمل المساعدة لمجلسكم ويعنيسي الحسين لسان شرق الزغة وهذه الكلمة حقنا أقول مجاملة ولكن كمسرور أنا في بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا لما نتعلى السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركات المشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غبور الرحيم صدق الله العظيم